طلاب العزاء اهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة الانجليزية درسنا اليوم هو موضوع الجمع طبعا الموضوع الجمع موضوع جدا مهم لكافة المرحلة الدراسية راح انطيكم بشكل مبسط للمرحلة الاتدائية لصفة الخامس والسادس اتمنى انه تنتبهون وتركزون على الموضوع الموضوع سويت لكم على شكل نقاط طبعا بالبداية راح انصحكم نصيحة انه ما راح ما ردكم تحفظون الموضوع كله بش اه مرة وحدة اطلب منعتكم انه تحفظون كل نقطين مع بعض حتى يكون الامر جدا سهل بعد ان احفظ النقطة الول والثاني واضبطهم يلا اتحول احفظ النقطة الثالثة والرابعة وهكذا الانه انتهي من اه قراءة الموضوع الموضوع طبعا لازم يكتب دفتر الانجليزي وبشكل صحيح مع الامثلة طبعا الامثلة جدا مهمة عندي راح ابديواياكم ان شاء الله اتمنى ان يكونوا الموضوع واضح عندي اولا اه انه عنده تحويل عنده تحويل الاسم المفرد الى جمع نضيف اس هاي طبعا الى نهاية الاسم المفرد طبعا هذي نعرف احنا من بداية دراستنا بالمرحلة الاقتدائية من الاول والثاني نعرف انه كمثلا عندي كلمة هنا معنات قلم جاف اه صارت هنا اضفنا بالاخير اس اس الجمع نعرفه بعدين عندي كلمة اللي هي معناتها كتاب من جمعناها فقط الكلمة نفسها نزلت وضفناها بالاخير هاي الاس اللي نعرف احنا هي اس الجمع بعدين عندي مثل كلمة كار اللي معنا انتها سيارة ايضا جمعها جدا بسيط راح نكتب الكلمة مثل ما هي ونضيف بالاخير اس الجمع نعرفه طبعا هاي الاس اس الجمع هذا الجمع بالشكل مبسط النقطة الاولى مفهومة طبعا بالشكل الاعتيادي عندنا من نجي نجمع نضيف اس اكثر الطلاب يعرفون انه الجمع يعني نضيف اس زيط ما كان اكو تفاصيل لازم نعرفها عندي هذا في حال اذا كان الكلمة اعتيادي عندي انتبه على الفقر الثاني اذا كان الاسم المفرد منتهيا باس دابل اس ش ش اكس زيط طبعا اذا الاسم المفردي انتب واحد من هاي الحروف واحد من هاي الحروف اللي كتبتها طبعا هاي معناتها هاي الحروف لازم احفظها ومن تجيني كلمة وانتهي بوحدة من ذن الحروف معناتها الجمع راح يكون مو بس باس راح يكون بطريقة ثانية عندي هناك شكاتبين كاتبين فعند الجمع نضيف اس ننتبع على نضيف اس الى نهاية الاسم المفرد امثلة مجموعة امثلة مطيطكم طبعا انا عندي هنا مثلا كلمة وش اللي معناتها امنية وش هنا بش منتهي بش طبعا انا قلت بالنقطة اذا اكو شي نعم هاي هيان شي موجودة اذا راح اكتب الكلمة انزلها ومنتهي بش اذا ش سوي ما اجمعها باس فقط ولكن اجمعها باس حسب النقطة رقم اثنين اجي هنا عندي ووش اللي هي ساعة ساعة يد ووش ايضا منتهي بش بالمقطع اذا من اجي اجمعها شو راح اجمعها اجمعها حسب النقطة الثانية اللي هي نضيف لها اس لانه منتهي بالمقطع اجي هنا عندي كلاس كلاس يعني صف ايضا منتهي بدبل ايس اذا تنطبق عليها اا النقطة رقم اثنين اذا من اجي اجمعها راح اضيف لها اي اس لانه منتهي بدبل اس عندي هنا بوكس اللي هو صندوق بوكس من تيب ايش من تيب اكس ايضا الموجودة هنا بهاي النقطة اذا راح اطبق عليها النقطة رقم اثنين يعني من اجمعها حشان اجمعها ما اضيف اس لا اضيف اي اس نعم اجي هنا عندي كلاس يعني زجاج عندي من اجي اجمعها ايضا لانه منتهي بدبل اس راح اضيف عندي اي اس وهنا عندي يعني صحا منتهي بالمقطع الش اجي من اجمعها راح اضيف لا اضيف اس ولكن اضيف اس وعندي اخر واحدة كلمة باص ايضا منتهي باس بناجي اجمعها اضيف لها اس وليس اس فقط اذا النقطة الاولى جمع اعتياضي رأس ان نضيف اس النقطة الثانية احفظ هذه الحروف اللي هنا اس دبل اس تش ش اكس وزيت اذا الكلمة منتهي بوحدة من هذه الحروف من اجي اجمع ما راح اجمع باس بالاخير راح اجمع بي اس هاي النقطة الثانية انتي هنا من عده رح نتحول إلى النقطة النقطة الثالثة هي إذا كان الاسم المفرد تهين بواي قبله وحرف إلا حرف إلا واحد فقط فعنده جمع نضيف إس إلى نهاية الاسم المفرد بدون أي تغيير يعني أمثلة عندي مثل كلمة بوي كلمة بوي يعني ما نعته ولد بوي منتيب شنو منتيب واي يعني تنطبق عليه نقطة رقم ثلاثة منتيب واي قبل واي أكو حرف إلا شنية حرف الإلا اللي ما يعرف حرف إلا حرف إلا حرف إلا أو يو أي إي آ هاي حرف إلا خمسة لازم نحفظها إذا كانت الكلمة منتيب واي قبل واي حرف إلا إذا من أجي أجمع رأساً أنزل الكلمة مثل ماي وأضيف إس جمع بدون أي تغيير ليش لأنه حط ببالي إنه هذا حرف إلا يعني شبيع إلا يعني مريض أخاف من عنده ما أتقرب من عنده إذا شا سوي رأسه من بعيد لبعيد أنزل الكلمة وأضيف إس جمع وينتهي الموضوع عندي مثال ثاني توي أيضاً منتهي بواي قبل واي أكو حرف إلا اللي هو الأو من أجي أجمع أيضاً أحط ببالي إنه الحرف العلة حرف مريض أخاف من عنده ما راح أتقرب رأساً راح أنزل الكلمة مثل ماي وأضيف إس جمع بهالشكل جماعة الكلمة إذا هاي النقطة نقطة اللي يجب أن أنتبه عليها الجزء الأول من الكلمة الإسم الذي ينتهي بواي إذا قبل الواي حرف إلا ما ألعب بأي شي رأساً ننزل الكلمة وأضيف إس جمع ليش لأنه إحنا أخاف من حرف العلة لأنه حرف مريض فرأساً نجمع بشكل اعتيادي رأساً نضيف إس جمع عندي الجزء الثاني من الواي عندي إذا كان الإسم المفرد منتهي بواي أيضاً بواي قبله حرف صحيح المره محرف علة حرف صحيح أي حرف آخر غير حروف العلة فعند الجمع عند الجمع نقلب الواي إلى آي ونضيف إي إس إلى نهاية الإسم المفرد أساً نجي نطبق هاي النقطة اللي قلناها عندي هنا ستي منتهي بواي أنتبه قبل الواي حرف إلا لو حرف صحيح لا حرف صحيح إذن حرف صحيح إذن الموضوع جداً بسيط راح أقلب الواي إلى آي أنا قلبت الواي إلى آي وأضيف إي إس عند الجمع مثال ثاني عندي كانتري يعني بلد كانتري أيضاً منتهيب شنو منتهيب واي قبل الواي أكو حرف صحيح إذن هنا ما راح أخاف راح أشتغل براحتي راح أنزل الحروف ما عدا حرف الواي ما عدا الواي ما راح أنزل الواي رأساً راح أقلب إلى آي وراح أضيف إي إس بهذا الشكل جمعنا كلمة كانتري أجي على الكلمة اللي بعدها بايبي بايبي أيضاً تنتهيب واي قبل واي شكو وأكو حرف صحيح إذن من أجي أجمع إذا حرف صحيح ما أخاف أشتغل براحتي راح أنزل الحروف ما عدا الواي الواي أقلبها إلى آي وراح أضيف إي إس وهالشكل جمعنا كلمة بايبي نجي على كلمة فلاي اللي هي ذبابة فلاي ذبابة أيضاً من أجي أباو عنا متاهيب واي قبل واي شكو أكو حرف صحيح اللي هو أل إذن من أجي ما دم أكو حرف صحيح أقلب الواي إلى آي وراح أضيف إي إس إلى نهاية الكلمة إذن الواي الكلمة إذا تنتهي الموفل إذا ينتهي بواي عنده جزئين إذا قبل الواي حرف علة أنا خاف من حرف علة لأن المريض ما أتقرب من عنده رأساً أنزل الكلمة مثل ما هي وضيف إس الجمع بس إذا كان قبل الواي حرف صحيح راح أقلب الواي إلى آي وراح أضيف إي إس إلى نهاية الجملة النقطة رقم أربع عندي عند النقطة العفو رقم خمسة إذا كان الاسم المفرد منتهي بF أو FE فعند الجمع نقلب الF إلى V إحنا طبعا صادفتنا هذه ونضيف يا أما S يا أما ES هنا رح نضع الشرون الأمثلة رح نضعها إحنا جتنا كلمة knife هنا عندنا الكي طبعا ما نرفضها knife يعني سكين عندي هنا رح أجي أباو هنا بيش الكلمة بيها بيها F إذا من أجي أجمع شا سوي رح أقلب الF إلى V ورح أنزل الA وأضيف S أنا جمعت به الشكل إذا الكلمة منتهي بF الF تقلب إلى V وأضيف S الجمع هنا عندي كلمة wife اللي هي زوجة أيضا منتهي بF رح أقلب الF إلى V ونزل الA وأضيف S الجمع عنده هنا self تذكرون إحنا أخذنا yourself عندنا yourself أخذناها بشكلين مرة مفرد مرة جمعناها بالمفرد yourself إذا سوناها جمع شون صارت؟ صارت yourself تذكرونها شوفوا الF قلبناها إلى V وضفنا ES هنا صار عندي تذكرون أخذنا هذا الموضوع طبعا yourself إذن هنا قلبنا الF إلى V وضفنا ES النقطة رقم 5 سنتهت رح نتحول على النقطة رقم 6 اللي هي نقطة جدا مهمة وهاي النقطة ما بها قاعدة هذه النقطة لازم نحفظها هناك بعض الأسماء الشاذ التي عندها جمع لا تنطبق عليها أي نقطة من النقاط السابق يعني النقطة النقاط الخمسة اللي راحت ما تنطبق عليها الكلمات هاي جمع حشاد فعليه هاي الكلمات لازم أحفظها وأحفظ التغييرات اللي تصير بها مثلا عندي كلمة طبعا بعض أكثر الكلمات صادفتنا بكتابنا عندي فوت اللي هي قدم فوت جتنا طبعا من صف ثاني ابتدائي شون الجمعات تنجمع فيت يعني ش سوينا يعني ال-double-o صارت-double-e إذن ماكو قاعدة خضعت لها هاي الكلمة إذن هذا جمع يتبر جمع حشاد إذن لازم أحفظها أنه فوت double-o يتحول إلى-double-e عندي tooth أيضا نحن هذا ما أخذين الكلمة مرة علينا أكثر في أكثر من المرحلة tooth أيضا ال-double-o وراح تصير double-e وراح تنزل ال-th إذن جمعتها به الشكل نفس طريقة الفوت صارت tooth أيضا جمعت teeth هنا feet وهنا teeth فقط double-o غيرت صارت double-e عندي كلمة man اللي معناتها رجل تغييرها بسيط جدا فقط الأي راح تنقلب إلى e من من صارت من ومن أيضا نحن راح نجمعها مثلا واجمعنا المان أيضا بس الأي مالت المان راح تنقلب إلى e وتجمع تصير نساء ويمين به الشكل فقط تغيرنا ال-e عندي child يعني اللي هو طفل شوفوا جمعها طبعا احنا ما أخذين كلمة أطفال بالكتاب بس احنا ما نعرف إن هاي أطفال كانت جمع له مفرد إذا نساء عرفنا child تنزل راح نضيف لها المقطع r-e-n صارت children children يعني معناتها أطفال شوفوا شونه نتغير ضفنا مقطع كامل r-e-n من عندنا حتى نجمع كلمة child عندي آخر شي طبعا هي الأسماء الشاذة بالجمع عديدة جدا لكن آني اختارت اللي جاية بالمنهج فقط اللي موجودة بالمنهج مالتنا فقط mouse mouse يعني فأر احنا ما اخذين mouse راح نجمع لكن بطريقة تختلف جدا اللي هي mice mice يعني فئران شوفوا الماوس صارت mice يعني فئران إذن بهالشكل راح تنجمع الأسماء الشاذة يعني شنو الشاذة يعني ما تنطبق عليها الخمس نقاط اللي مرت علينا قبل شوية ولكن تجمع كل وحدة بطريقة تختلف عن الثانية إذن لازم أهل الكلمات الشاذة أحفظها حتى من تجينا بن امتحان أعرف طريقة جمعها عندي هنا food صارت feet tooth صارت teeth man man women women child children mouse mice مرة ثانية راح أنصحكم طلابي العزاء إنه ما تحفظون الموضوع مرة وحدة وإنما جزئوا إلى عدة أجزاء ثلاث أجزاء أفضل إنه يكون ثلاث أجزاء كل نقطتين نحفظها في يوم ونختبر نفسنا بعد أن نسيطر عليها ونسيطر على الكلمات اللي موجودة بيها الأمثلة قصد يعني نتحول إلى النقطتين اللي بعدها بهالشكل راح أضمن أنه أنا راح أضبط موضوع الجمع بشكل جدا جدا صحيح لأن تدرسني هذا اليوم أتمنى أن تكون مستفادة من الدرس وإلى اللقاء